كابيل، كيف كانوا يصنعون الثلج؟ لا يوجد مجمدات ولا ثلاجات ولا حتى كهرباء كان لديهم طريقتين الطريقة الأولى والمعروفة هي حمل الجليد والثلج من الجبال إلى المناطق الحارة أما الطريقة الثانية وهي موضوع اليوم صناعة الجليد في قديم الزمان كان هناك شيء اسم اليخجال أو اليخشال وهي عبارة عن بناء على شكل قبة بجانب أبراج الهواء كيف هي طريقة عملها؟ أول شيء، اليخجال هو بناء على شكل قبة ويوصل ارتفاعها إلى 18 متر وسعة تخزين توصل إلى 5000 متر مكعب بسماكة جدران توصل إلى 2 متر وتعتمد صناعة الثلج على تبخر الماء اللي كان يتخزن بجانب القبة أو داخل القبة والبخار بعد ما يدخل إلى القبة يتحول إلى الثلج أو عن طريق وضع قطعة جليد في الشتاء اللي تعتبر هي بذرة صناعة الثلج في الصيف ودوران الهواء كان يتم عن طريق أبراج الهواء زين شنو هي أبراج الهواء؟ أبراج الهواء هي نفس الطريقة اللي كانوا يبردون بها المساجد أو المنازل بذاك الوقت يعني أوركنديشن بس رح نشرحها بالفيديو الجاي المهم اليخجال كان يحافظ على الثلج اللي تم تصنيعه أو اللي يخزنوه خلال أيام الشتاء لمدة عام كامل واني علي عبد الله ويلا دقيقة يمكن كم منا؟ يمكن كم منا؟ ترجمة نانسي قنقر